لا تزال ذاكرة العالم مثقلة بأرقام جرائم الجيش الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء تشريع لباب القتل خلف جبلا من الضحايا في البلدان التي دخلتها القوات الأمريكية غازية هي لغة أمريكية معتادة ترجمت سطورها في عمليات أحصائية غابت في طياتها مفاعل المحاسبة والعقاب تتواتر أخبار إحصاءات ضحايا الجيش الأمريكي من دون حسيب أو رقيب تتصدر أفغانستان القائمة حيث أعاد تقرير للبنتاجون عقارب الساعة إلى العام 2021 معترفا بمقتل 12 مدنيا أفغانيا على يد القوات الأمريكية في حدث سبق مقتل عشرة أفراد من عائلة أفغانية واحدة خلال الانسحاب الأمريكي من البلاد العام الماضي فيما يطول سجل الضحايا المدنيين الذين سقطوا بضربات جوية أمريكية على قندهار وهيرات وباميان المدنيون السوريون لم يسلموا من حجز موقعهم على لائحة الدم الأمريكية فقد قتل عشرة مدنيين سوريين أبرياء في ضربة جوية أمريكية في العام 2020 بحسب الدفاع الأمريكية تقرير أغفل تعداد مئات الضحايا السوريين الذين سقطوا على يد القوات الأمريكية خلال المعارق في شرق سوريا حيث اتبع الأمريكيون سياسة الأرض المحرقة ضدهم لائحة الضحايا تتوسع مع سقوط مئات المدنيين في ضربات جوية في الصومال والعراق الذي شهد خلال الأيام الأخيرة حادثة مقتل فتاة برصاص القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الحيال السياسية الأمريكية القائمة على قاعدة الاعتراف بالقتل كنوع من الشفافية المزيفة تدير الأذن الترشى لأي مطالبات حقوقية بالتحقيق والمحاسبة هي عنوين أمريكية تقتصر على أحصاء الضحايا كمجرد أرقام فيما التبعات الكارثية للجرائم الأمريكية تبقى حبيسة أدراج المنظمات الحقوقية الأمريكية والدولية ترجمة نانسي قنقر